موسيقى المشاهدون الكرام في هذه الصفحة يملفي الصمع العربي نحن نزور أحد المعاهد البحثية محهد بحوث الصمع العربي ودراسات التصحر بجامعة كردفان والذي يقوم بالعديد من الدراسات والبحوث في مجال الصمع العربي ذا الفوائد العديدة فهذه دعوة لكم لمتابعة هذه البحوث والدراسات داخل هذا المحهد أهلاً ومعرفة المعاهد هو محهد بحسي شغال في إجراء بحوث في مجال الصمع العربي وفي مجال الصمع العربي وفي مجال الصحر والبيئة طيب الأهداف المحهد أنه إنشاء بحوث في مجال الصمع العربي والتصحر وبعدين نشر هذه البحوث لجهات الصلة المختصة ثم ثانياً التنسيق مع جهاز الصلة في مجال الصمع العربي والتصحر والبيئة والهدف الثالث هو تدريب المتعاملين في مجال الصمع العربي وفي مجال التصحر والبيئة طيب الرسالة تأتي المحهد أنه تعظيم إنتاج الصمع العربي والريادة في مجال البحوث البيئية وفي مجال التصحر أيضاً طيب هذا المحهد يجتمع على خمسة أكسام رئيسية تبدأ بقسم التغانات وإنتاج الصمع العربي وهذا قسم كبير جداً جداً مهتم بإنتاج وزيادة إنتاج الصمع العربي ومهتم بجودة الصمع العربي فيما يختص بالزيادة الإنتاج بيبدأ معنا من الشتول حيث أنه يتم إنتاج شتول وتجمع البزور من أشجار ذات إنتاجية عالية ويتم إنتاج الشتول هنا في المشتل عندنا وبعد ذلك بنوزعه للمزارين في حزام الصمع العربي ونحن سنوياً هنا في محضة الصمع العربي بننتج الشتول حوالي 10 ألف إلى 15 ألف شتلة ويتم توزيعه للمنتجين في حزام الصمع العربي بحيث أنه نزيد الرقع الخضراء وتساعد في زيادة إعمار حزام الصمع العربي وزيادة الإنتاج بالنسبة للمنتجين أيضاً في جانب التغانات أيضاً القسم يهتم بتطوير التغانات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج والمحافظة على الشجرة بدءاً من التغانات الحديثة المستخدمة في الطق بنوري الناس التغانات الحديثة التي تم إجازتها وسط البحوث التي هي استخدام السنك في عملات الطق وطريقة اللقيط والتجفيف بصورة علمية بحيث أنه يكون نظيف وخالي من الشوائب وهكذا هذا قسم الإنتاج القسم الثاني هو قسم الإرشاد والتدريب والتوسيق وده يعني برضو قسم كبير مهتم بالإرسال الرسائل الإرشادية للمزارعين وتوعيتهم بكل ما هو جديد ومستحدث في مجال البحوث الزراعية والذي هو نحن وأيضاً يهتم بجانب التدريب والتدريب يجيزه كبير جداً لدينا قسم كامل هنا اللي هو قسم التدريب زيما كرت آنفاً اللي هو يهتم بتدريب كل المتعاملين في الصمغ العربي من ابتداء من المنتجين وبنستهدف جمعيات الإنتاج الصمغ العربي وجمعات المنتجين الصمغ العربي بندربهم على كل التغانات وعلى جميع الأشياء المتعلقة بالصمغ العربي وأيضاً بندرب التجار والمتعاملين والمصدرين وكل سلسلة الغيمة في مجال الصمغ العربي القسم الثالث هو قسم الدراسات الاقتصادية والسياسات وأيضاً قسم كبير مهتم بالدراسات الاقتصادية ودور الصمغ العربي والسياسات المتعلقة بالسلسلة الصمغ العربي تعرف أنه السلعة كبيرة جداً وتتأثر بالسياسات سواء كان سياسة التحرير والسياسات الأخرى التي تؤثر على هذه السلعة الكبيرة عندنا قسم الدراسات التصحر والبيئة وده قسم كبير جداً مهتم بالجوانب البيئية والجوانب البيئية لشيرة الهشاب طبعاً من التسمية الماحدة الصمغ العربي والتصحر الكلام ذا كله تربط عبر شجرة الهشاب هي شجرة منتجة للصمغ العربي لذلك جاءت التسمية بالحسن الصمغ العربي ثم تانين هي لأدوار بيئية لذلك جاءت التسمية لأنه تصحر لأنه شجرة الهشاب هي شجرة يعني تلعب أدوار كبيرة جداً في مكافة التصحر ولها أدوار بيئية كبيرة جداً هذا فيما تعلق بالأجسام الماحد الماحد له شراكات كبيرة جداً جداً وعلاقات منها العلاقات المحلية هنا اللي هي علاقاتنا مع كلية الموارضة الطبيعة للرسالة البيئية وبنشركم معنا في كل الدراسات وفي كل الخطط بتاعة الماحد وأيضاً لدينا علاقات أكسدنا بجانب الكلي عندنا علاقات مع كلية الغابات جامعة الخرطوم وكلية الغابات جامعة السودان وعلاقاتنا ديها علاقات قديمة جداً ومتطورة في جانب الناشنال أو جانب الريجون الجامع الأغليمي اللي هو عندنا شراكات مع جامعات في السيبيا وجامعات في كينيا واجامعات France أيضاً في كينيا هنا نجApp المعاحدة الأحد الغابات وكذا طيب في الجانب العالمي المعاد لدينا علاقة كبيرة جداً مع الجامعات العالمية التي هي جامعة دريزين بألمانيا أبرزة اللي المنا مما مما م Eliot الغابات المدهرية ومما مما اقتصادية الغابات وعندنا علاقة مع جامعة جيزين بألمانيا وجامعة الرينفال طيب العلاقات نحن ستجد منا في شنو في تبادل أكاديمي كبير جدا جدا بيننا نحن وبين الناس ديل والإصطاف بتاعنا بمشي هناك زيارات لتبادل أكاديمي ومشتركين في جانب إجراء البحوث يعني بنعم البحوث بيننا وبينهم بتنسيق وبعدين بتنشر في مجلات كبيرة جدا عالمية في إطار الشراكة بيننا وبينهم وإطار وبعدين بتعقد ورش يعني كبيرة جدا بيننا وبين الشركان سواء كان العالمين أو المحليين وويرش يعني من تهدف لأنه لترويج لهذه السلعة وويرش كبير جدا بتتناول السياسات للصمغ العربي واغتصيات للصمغ العربي وأيضا بنعقد منتدايات وبنتشارك فيها مع شركان وبعدين بتنتج بتوصيات كبيرة جدا بيستفيد منها الجانب التنفيذي والجانب السياسي لأنه السياسات دائما أو الويرش بتخرج بتوصيات كبيرة جدا وده نحن نرفع للجهاز التصيلة وده المختصين في أنه توضع موضع التنفيذ وبعدين بحيث أنه تنعكس بعدين على المواطن المحلي في حيث أنه يستجدوننا استفادة كبيرة أيضا المعهد عندنا برنامج بتاع ماجستير واللي هو يعني بنخرج طلاب في مجال البحوث السماء العربي بنخرج طلاب في مجال التصحر والبيئة وعندنا الحمد للأن الدفع الأولى تخرجت وعمل بحوث ممتاز جدا جدا وتم أيضا نشرها في مجلات علمية كبيرة جدا دي ساهمت في أنه المعهد يكون معروف وكذا طيب في مجال التدريب نحن كمعهد بتاع الصماء العربي الحمد لله بخبرتنا الطويلة بقينا معروفين جدا في الولاية وبقينا نقدم استشارات لكل المشاريع التنمية الشغال في مجال الزراعة وبالذات اللي علاقة بالصماء العربي يعني بدأنا الاستشارات دي مع مشروع إيفاد مشروع الزراعة المتكاملة ودربنا المنتجين الشغال معهم المشروع وحتى وعندنا دنام مستشار وطني لهذا المشروع من المحط شغال معهم حيث يستمر معهم لمدة أربعة سنين وعملنا لهم دليل إرشادي ودليل تدريبي وعملنا يعني دولات تدريبية كبيرة جدا للمتعاملين المعامل في هذا المشروع النجاح مع نز إيفاد غادنا نحن نسي وقعنا وشراكة كبيرة جدا مع منظمة الفاو بحيث أنه ندرب في مشروع القامس اللي هو الإصماء العربي للتكيف مع التصحر والمناخ اللي هو هندرب المنتجين في ثلاثة بلايات شمال كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان هندرب عدد خمسمية جمعية في مجال الإنتاج الإصماء العربي صورة جيدة اللي هو في ابتداء مننا للطق واللقيط والتنظيف والتعبية وإلى التخزين فده الحمد لله أكسبتنا شغرة كبيرة جدا في الولايات وحتى بجينا معروفين على مستوى المنظمات والشركات الشغالة هنا أيضا استشاريين للشركات الشغالة هنا بجارة تصنيع الشركات كلها والمسويقين وقاعدين نعم البرش برضو هنا في سوق المزاد في سوق الوبيض بنوري الناس بنوعيهم في كيف السلسلة الغيمة وأيضا لزيادة دخل الفرد حوانا نعمى شراكات ذكية بين الغطاع الخاص والمنتجين لأنه إحنا للاحظنا لسلسلة الغيمة السلسلة الغيمة السلسلة الغيمة العربي تلقى أنه المنتج يلقى جزء ضعيب جدا جدا من القروش فعشان كده إحنا عشان المواطنين نستفيد عملنا لهم شراكات ذكية بين الغطاع الخاص والجمعيات المنتجين السلسلة العربي بحيث أنه الغطاع الخاص يوفر التمويل للمزارعين والمنتجين في الوقت المناسب والمزارعين ينتجوا السمق بمواصفات جودة عالمية هذا المعمل اللي كان دوره أنه يقوم بتحديد أو تعيين الخواصة المميزة للسمق اللي يسميها المواصفات فأي مادة عندها خواصة مميزة بالنسبة لها الصمق من الخواصة المميزة بالنسبة له اللي هي واحد أنه يدوب في المحالية المائية بالذات وبدرجة عالية جدا والصمق أيضا أنه المحالين بتاعة الصمق دي عندها درجة عالية جدا من اللزوجة ودي جعلت للصمق استخدامات الكثيرة المتعددة دي بهذه الخاصية خاصية اللزوجة وأيضا يعني بهذا الفهم أو بهذه فيه أيضا اللي هي معامل الانكسار الصفة بيتميز الصمق لأنه المركبات اللي هي زي الصمق والعسل والسكر إلى آخره بيتمتاز بمعامل الانكسار معينة ونحدث هذه المواصفات عشان نحدث نوع الصمق كمواصفة يعني وكذلك اللي هي يعني بعض المواد إذا عملت منها محلول وعاينت من خلال محلولنا في مصدر بتاع ضوء وغيرت الزاوية أو حاولت دورت المحلول له بنلقى في منطقة معينة بيقوم بشوف المصدر التاع الضوء بإضاءة كاملة وبزاوية معينة بشوف الضوء لا يمر بنشوفه معتم ما بين الضوء الصاطئ وما بين الظلام بنسميها زاوية الدوران الضوئي هذه صفة مميزة بطل المركبات زي الصمق وزي العسل وزي السكر إلى آخرين هذه الخلاص دي كلها كمواصفات عندنا في المعمل فيها في أجهزة ليها ومقدور عليها بإنه بنحدد هذه المواصفات ما تكلمت بأرغام لأنه زي الجدول بتاع المواصفات إنما معاي ماذا أقول أرغام ما يعني قد لكن في مواصفة معينة الصمق العربي ونحن بنحلل وبناء على نتاج التحليل بين غارنا بالمواصفة الموجودة الصمق العربي نحن هنا بنتعامل معها كمنتج كمادة وبعد ما تحول المعمل لقسم حاليا هو قسم كيمياء الأسماق والتصنيع بيقى في دور جديد منفروض هنا على الجسم ده اللي هي واحد أنه نقول إنه الصمق ده الشي الملاحظ في بره يعني الناس بقول لك الصمق بيعارج بعض الأمراض بيقول لك الصمق بيستخدم في استخدامات كثيرة جدا في صناعة الأغذية يقال إنه الصمق يعني هو مطهر لبعض الأشياء فدي كلها معنات دارة بحوث عشان نتأكد من ما القصة ده هي حقيقة أو إلى أي درجة هي صحيحة فدي دارة هم إضافة بتاعة أجهزة وإن شاء الله سعين نظيفة بعد ما يتحول المعمل لقسم في بحوث الصمق العربي وفي الكيمياء والتصنيع وأيضا ما نعتبر من مهام القسم إدخال الصمق ده في استخدامات جديدة يعني نحن عندنا غير الصمق العربي اللي هو الهشاب والطلحة عندنا في أسماق تانية أو في أسجار تانية بتنتج أسماق وما مستفاد منها مثلا إذا شئرتها المسكيت فالأسماق ده ما مستفاد منها لأنه قد يكون فيها بعض الخواصة الما مرغوبة مثلا يكون الصمق مثلا طعمه مر كمثال يعني فيبقى إحنا دارين الأسماق ده برضو حنعيد الدراسة فيها والخواصة الما مرغوبة بنحاولنا عالية عشان ندخل هذه الأسماق في دائرة الاستخدام وإنها تكون مفيدة وبالصورة دي نكون في أسجار كانت هي إعباء على الأولنات بحاوله زيلوة يكون خلقنا منها فائدة جديدة ودخلناها في هذه الدائرة أيضا الصمق هو يعني ما بيصدر بشكل الخام ده المستهلك عايز الصمق في صورة بتاع التصنيع معينة نحن نتكلم عن معالجات بتاع التصنيع إنه يا بنعمل تنقية أو للصمق عشان نقدم بصورة نقيية أو بصورة نظيفة أو الصمق ده بنحاول ندرسه بنقللينه في شكل حوائبات أو الصمق بنحاول له بدرة حسب الحوجة بتاع المستهلك أو المستخدم لهذا الصمق وحتى في نوع تاني اللي هو بنحل الصمق والجزء المحلول ده بنحاول إلى بدرة الرزازية طبعا هذه البدرة الرزازية لأنه أصلا كانت محلول بيبقى اللي هو السريعة الزوبان كله حيدوك وده كلها مراحب بتاع التصنيع ونحن نفترض إنه في النهاية الصمق ده بدل نقدم بصورة خام بالشكل الحالي مفروض نصنعه أو كنا طفنا لقيمة مضافة زيتنا قيمته ونفس الأعمليات دي الأشخاص اللي بيقون بالمزالة دي يكون جوزه من كمواطنين سودانيين اللي يقوا شغول يعني ومشان خطوة تانية إنه أنه إحنا عايزين نصنع مشتقات جديدة من الصمق العربي طبعا بفهم الكيميا الصمق ده هو واحدة من البوليمرات طبيعية بوليمرات طبيعية يلا هذه البوليمرات الطبيعية ممكن جدا البوليمر نعدل فيه نحن ما عندنا بوليمر مطاطي وعندنا بوليمر ممكن يقاوم اختراق الرصاص وعندنا بوليمر بيدوب بالسخانة وعندنا بوليمر بيزداد صرادة بالسخانة فبنفس الفهم ممكن ببعض المعالجات الفيزيائية والمعالجات الكيميائية إنه ممكن نحاول الصمق ده بمشتق آخر لمادة جديدة ممكن يكون ده استخدامات غير استخدامات المألوفة ودي حقولنا كم مرة نقدم مشروع بحثي بالفهم ده مشروع متكامل لوزاة التعليم العالي والبحث العلمي وزي مرتين كده ما يعني ما تمت الموافقة ربما للفهم بتاع الناس اللي بيجوزوا المشاريع ديه لكن السندية الحمد لله تمت موافقة للمشروع وهذه حنبدأ فيه حنصنع مشتقات جديدة من الصمق العربي كل ذلك بفهم إن نجعل من هذا الصمق سلعة مفيدة جدا سلعة ذات استخدامات متعددة و أنا حقيقة الصمق العربي هو زي عنده استخدامات كثيرة دال بحث عشان نتتأكد من هذه الاستخدامات عشان تطورها يعني حتى ممكن نحن نكون من الصودة ممكن في أمنا الأيام نصنع بلاستيك للتعبية أو بتاع مستهلك في البيئة لأنها واحدة من المشاكل بتاعة البلاستيك اللي هو البول إيسلين دي في البيئة ما بتتهضم بتزيل قاعدة إلى ما شاء الله طبعاً دا المشتل بتاع معهد بحوث الصمق العربي ودراسات التصحر والنباس شده متخصص في إكسار الهشاب في إكسار شتلات الهشاب طبعاً بنبدأ بعملية الحصول على بزور الهشاب البزور الهشاب دي هي طبعاً أهم حاجة فيها المصدر بتاعه فنحن عندنا اتصال مع جمعيات المنتجين وعندنا صداقات مع الجمعيات دي وبنخش في كلام مع المنتجين ألزاس إنه إجمعوا لنا بزرة من الأشجار عالية الإنتاجية من الصمق العربي وبيطلع تيم من المحد سنوياً بنمشي للقرى أو الجمعيات المنتجين وبنجمع البزرة بتاعة الهشاب بوسط التيم بتاع المحد بحوث الصمق العربي دائماً بنطلع في شهر ديسمبر يناير بتبدأ بجمع البزرة في ديسمبر ويناير مرات ما يكون فيه إمكانيات الطلوع في أتيام علمية بنحصل على البزور من مركز بزور الأشجار من هيئة البحوث الزراعية وبورور المصدر بتاعه أو من الهيئة الغامية للغابات لما نجيب البزرة بنعمل لها بعض الاختبارات الاختبارات بتاعة الإنبات واختبارات الحيوية والنقاء وغيرها بعد كده بنجهز الأكياس بنزرع فيها البزرة الأكياس ده النوع بتاع الأكياس العرضي بتاع الكيس 8 سنتيمتر وطوله 18 سنتيمتر وبنخرم الكيس بنخليه جاهز عشان بعدين الري بيكون بواسطة الغمر بيكون بواسطة الغمر بنخرم الكيس ونخطه في أحواض وفي الري بيكون بواسطة الغمر البزرة بنخط لنا بزرتين ثلاثة في رأس الكيس بعد ما نمر الكيس بالتربة التربة كنا بنستعمل خلطات واحدة إلى اثنين رمل مع السلت مع الطمي فجينا الخلطة دي يعني ما فعالة فليأنا إنه بينا نستعمل الطمي بينا نستعمل الطمي بعد ما نخط البزرتين ثلاثة فوق رأس الكيس يعني ما بنغرق البزور عشان الإنبات يتم بسهولة بيتم الري بيتم الري عن طريق الغمر في أحواض بواسطة خراطيش بالعالمية وما من كوبة الموية من فوق عشان البزرة ما تقع من الكيس البادرات بتصهر يعني بعد أربع خمسة يوم بتصهر بتبني ظهور بادرات الهشاب بعد كده بنروي بنروي باستمرار والري ممكن يعني في زمن الشتاء في زمن الشتاء يعني الري بياخد يمكن خمسة يوم ستة يوم في الصيف يوميا أو يوم بعد يوم وبنعمل بعد كده الحياة الفلاحية بالنسبة للشتلة من تفريد ومن نظافة الحشايش وخلافه دائما بتبدأ الزراعة في أول مارس زراعة دائما بتبدأ في أول مارس بتاخد زي أربع خمسة جهور لغاية شهر ثمانية الشتول بتاعة الهشاب بتكون جاهزة وبنشيلها من المشتل من الطلاع برة للشمس عشان يحصل لها العملية بتاعة الهاردينينج أو التغسية عشان تكون جاهزة للزراعة في الحقل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر